في التنمية الصناعية ودايماً الكلام الصناعة فين والصناعة هي دي لازم تبقى مستقبل الدولة وإن لازم نعتمد على الصناعة أنا عايز أقول لحضراتكم إن مصر طول عمرها مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية معلش أرجو محدش يزعل إحنا ما عندناش صناعات المتطورة الكبيرة إحنا عندنا نقدر نقول للصناعات الأولية والصناعات المتوسطة عشان تبني صناعة حقيقية إحنا محتاجين وقت وجهد وده من أكتر القطاعات للدولة المصرية النهاردة شغالة فيها وبتبذل فيها جهد غير عادي لكن الموضوع بيستغرق وقت سيادة رئيس قال قبل كده المصنع الواحد عشان نبنيه ممكن يقعد ثلاث سنين أو أربع سنين عشان نبدأ بعد كده يشغله ونبدأ بعد كده نشعر بتأثير هذا المصنع فما بالك إن إحنا محتاجين آلاف المصانع لكن الدولة شغالة الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة وعندنا رؤية واضحة إزاي هذا القطاع بيتطور إحنا النهاردة الأراضي أتحنا أراضي عشرات الملايين من الأراضي وكان هناك شكاوى من المطورين عملنا لهم الأراضي بنظم معينة وبحوكامة معينة تضمن إن الموضوع ما يبقاش تسقيع ولكن الأهم إن يتحقق غرض التنمية اللي يبقى موجود لكن الأهم كانت الدولة لأن عندنا نقص حاد كان لازم ندخل إحنا بنفسنا في عدد من الصناعات الاستراتيجية إن إحنا نبنيها عشان نخف عن الدولة مشكلة الإستراض اللي كانت موجودة كانت في إنتاج زي مصانع الكلور مصانع السماد مصانع الرخام ومواد البناء الكبيرة جداً اللي الدولة النهاردة عملت موضوع الرمال السوداء اللي طول عمرنا بنسمع عليها ومحدش كان بيحاول إن هو ياخد خطوات حقيقية وجدة للاستفادة منها النهاردة شغلين على هذا الموضوع بمنتهى القوة أيضاً مع القطاع الخاص ومع الاتشراكة مع عدد كبير جداً من الناس سواء المحليين أو الدوليين بنفتح المجال وبنشتغل لكن أيضاً بنطور زي سايل وفود في الصناعات الغذائية مدينة دوميات الأساس العديد من المصانع الحاجات دي عشان تشتغل بكامل كفائتها وطاقتها برضو هتاخد لسه وقتها لكن الهو ده اللي احنا بنقول عليه احنا اشتغلنا على هذا الموضوع ولكن كمان ما سبناش الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكانت توجيه إن احنا ننشئ عشان نصرع الخطوات ونيسر على المستثمرين وخاصة الشباب إن احنا ننشئ مجمعات احنا كدولة ننشئها ونجهزها بالبنية الأساسية وندي الرخص للشباب عشان يدخل يجيب المكان بتاعه ويشتغل عندنا النهاردة نفذنا 17 مجمع صناعي بـ 5000 وحدة انتاجية اكتر من 3000 منهم النهاردة تم تخصصهم وفعلا بدأوا النهاردة يدخلوا حيز التشغيل دي نمازج لهذه المستوى من البنية الأساسية اللي احنا بنشتغل عليه ما سبناش المصامع اللي كانت طول عمرها موجودة اللي احنا من خلال دراسات الجدوى الحقيقية وجدنا انها لازم انها تتطور لانه كنا بنوتهم احيانا نجحوا انتو بعملين تصفوا بعض المصانع اللي كانت طول عمرها موجودة في الدول موضوع مش بيبقى قرار التصفية او التطوير والتجديد بيتخذ على اسس علمية فالنهاردة كان لازم يحصل تطوير لصناعة الغازل والنسيج والنهاردة الدولة بتصرف عليها عشرات المليارات عشان هذا القطاع يقوم تاني وينهط لان احنا شايفين ان الدولة لازم يبقى دورها مستمر في هذا القطاع حتى ان القطاع الخاص بعد كده ييجي ويكمل عليه لكن هناك بنية اساسية لازم الدولة تفضل هي اللي شغال عليه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كانت ليها دورها كبير وشغالين على هذا الموضوع بقروض وفرناها وصلت لسبعة واربعين مليار جنيه لتمويل واحد وتمانية من عشرة مليون مشروع انما اطلقنا حزمة كبيرة وسيادة الرئيس اطلق حزمة كبيرة من الاصلاحات لقطاع الصناعة سواء عدم فرد رسوم جديدة على اي جهة حكومية موضوع التجاوز عن الغرامات تسعير الاراضي وكان دايما بيشتكوا ان تسعير الاراضي كبير عملنا تسعير موحد لاراضي الصناعة على مستوى الجمهورية تعليق الدريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات اطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفايدة 11% مية